طيب صوفتوير انجينير ولا صوفتوير ديبلوبر يعني من المصطلعات الشائكة اللي كل الناس اللي بتشغل في مجال الصوفتوير بتختلف فيها لانه الورجنزيشن لما بتيجي تعين بيحدد المسامة الوظيفة بيقول احنا محتاجين صوفتوير ديبلوبر وساعات يقولوا احنا محتاجين صوفتوير انجينير وساعات طبعا في الولد اتوتشز كانوا بيقولوا احنا محتاجين بروغرامر فايه الفارق بين الصوفتوير ديبلوبر والصوفتوير انجينير الحقيقة الفارق بينهم فارق شازع جدا يعتمد على الممارسات اللي كل واحد فيهم بيقدمها هو الشخص المسؤول عن التطبيق للنظام كونسدرين جاست الامبليمنتيشن ابرواتش فور البزنس ريكوارمس وبالتالي هو جاست بيستيلم ريكوارمس من الاناليست سواء في شكل يوزر ستورز بالليبلو بديتيلز اللي هي مكتوبة بيه او او انها بشكل شفاوي اللي بتشتغل الزي والبراكتس ده معناها انه جاست بيترانسفورم البزنس ريكوارمس للتكنيكال سوليوشن في شكل طيب ايه الفارق بينه وبقى وبين السوفتوير انجينير لا الفارق كبير جدا وشاسع جدا في الممارسات السوفتوير انجينير بيعمل انجينيرينج براكتسيز والانجينيرينج براكتسيز بتبدأ من مرحلة الاناليسيز till the end of delivery of the solution طيب ليه احنا بنقول ان السوفتوير انجينير ليه انبوتس في مرحلة السوفتوير اناليسيز لا هي كان الاناليسيز موديلز اللي بتكون ممثلة في شكل use case diagrams اللي بتكون ممثلة في شكل activity diagrams اللي بتكون ممثلة في شكل طريق الموديل في شكل وده معناه انه بيكونسدر المنفنشنل ريكوارمنس بكوز المنفنشنل ريكوارمنس هي السبب الرئيس في فشل البرمجيات وليس الفنشنل ريكوارمنس بعد كده بيهتم بجودة الكود البرمجي اللي هو بيخرجه وده بيمثل جزء كبير جدا من اهتماماته وهو بيدليبر فهي كان على الستاك بتاعه بحيس انه يهتم بجودة الكود البرمجي منها شكل الكود المكتوب وده بعض التولز سميته الكود منها انه بيهتم ب وبالتالي هو بيسعى انه ييمبليمنت الفنشنالي بتاعته في منها انه بيهتم ب وبالتالي هو بييمبليمنت ال unit testing practices in order to make sure that ال solution بييهيف بشكل صحيح كcomptionality before going to production وكذلك انه لما يحصل تعديل فيها انه ال impact of الموديفكيشن بتكون منيمال كذلك بيي make sure انه ال dependency between ال objects وال building blocks بتاعته are منيمال هنا زي ما هو واضح ال practices اللي بيقوم بيها software engineer مختلفة تماما عن اللي بيقوم بيها software developer وبالتالي احنا جوة ال organization لما نيجي نقول هو احنا محتاجين software developer ولا محتاجين software engineer accordingly ال practices اللي بتحصل عليها الشركة واللي بتارجت انها يعني تعملها achievement طيب هو which one which role is suitable for which enterprise الحقيقة يعني if enterprise is looking for growth is looking for building sustainable product يبا هي محتاجة software engineer if انها قائمة على resource based enterprise or operation enterprise لو راحت بطموحها انها تتارجت software engineer فهي لو جابت software engineer دول وهي يعني main objective بتاعها انها تساورت ال operation فده هيؤدي الى failure as انه هيحصل turn over لانه software engineers this mentality تقلل الى overheads اللي عليك بحس ان انت تقول دي مش شغلتي معناها ان انت بتقلل من امكانياتك وبتقلل من اللي المفروض ان انت تكون عليها وبالتالي don't approach or don't target ان انت يكون عندك the salary of software engineer اتمنى تكون الاجابة واضحة على السؤال واضح لو فيه اي استفسارات ياريت يتم ارسال لها شكرا بتوفيق النجاح اشتركوا في القناة